موسيقى البرلمان يقر قانون فرض الرسوم الإجبارية لمالكي التلفزيون والهواتف مجلة الايكونوميست تصنف النمسا والمجر كأهم أتباع روسيا في أوروبا المخابرات تطالب بفرض عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة الداخلية تكشف أن 75% من جرائم العنف ضد النساء يقوم بها نمساويون سكان فيينا يرون أن مستوى الهجرة تجاوز الحدود المطلوبة ارتفاع التكاليف والتضخم يهددان ميزانية مكتب العمل في النمسا منظمة حقوق الإنسان تستنكر طرد امرأة مسلمة من مسبح مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم تم اعتماد فرض رسوم إجبارية على الجميع لصالح الإذاعة والتلفزيون النمساوية أور إف في البرلمان النمساوية وقامت الأحزاب الحاكمة بتأييد القرار على الرغم من المعارضة من قبل خبراء الأعلام والناشرين والمعارضة واعتبارا من عام الفين واربعة وعشرين يجب على الجميع دفع هذه الرسوم بغض النظر عن امتلاكها تلفازا أو هاتفا ذكيا سيزداد تمويل أور إف من عدد إجماليا للأسري يصل إلى أربعة ملايين أسرة ويستثنى فقط أولئك الذين لم يكونوا ملزمين بالدفع في السابق لما يعرف بجيس لذلك سيدفقدة لذلك يزد في الإنين الحالان الآية لديم يترجى لإن أسفق لذلك سيصال أوروك ليس لأول إفغالي إلى الإفغالة أو الإفغالة والإفغالة إفغالي دوري جهل الإنجان بعد الآن لديه مينشات وجه يطرق من المعارضة تكشل أن يسوع أنت أمتلاع اشار تقرير مجلة الايكونوميست الى ان النمسا تعد واحدة من اهم اتباع روسيا في اوروبا المجلة صنفت المجرة كاهم الاتباع المفيدين لبوتين تليها النمسا في المرتبة الثانية وتشير المجلة الى ان النمسا تلعب دورا معلنا كجسر بين الشرق والغرب وتوفر دعما محدودا لاوكرانيا وكانت اليونان وقبرص وتركيا وصربيا وسويسرا والسويد وايطاليا ايضا يعتبرون شركاء لروسيا في اوروبا وفقا للتصنيف وتحظى النمسا بعلاقات وثيقة مع روسيا وتتبع سياسات تلين قلب بوتين طالبت ادارة الامن الداخلي وجهاز المخابرات النمساوي بفرض عقوبات على الاخبار الزائفة لاحتواء انتشار نظريات المؤامرة واشار تقرير الى ان الاخبار الزائفة تستخدم في حرب المعلومات لزعزعة النظام في دول اخرى واقترحت ادارة الامن الداخلي تشريع قانون جديد لمعاقبة انتشار الاخبار الزائفة وحماية الجمهور واشار الدراسة في هذا الشأن الى انخفاض نسبة المؤمنين بنظرية المؤامرة بعد فيروس كورونا وتراجع تأثير حظر الوسائط البديلة بعد حظر الاعلام الروسي كشفت دراسة تطورا مقلقا في جرائم قتل النساء في النمسا هذا العام حيث قتلت خمس عشرة امرأة على يد رجال ويعزى الانفصال كسبب لذلك ويحمل ثلاثة ارباع الجنات الجنسية النمساوية بينما يأتي خمس عشرة في المئة منهم من اصول مهاجرة وخمسة في المئة من دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي بينما ينتمي حوالي عشرين في المئة منهم الى دول ثالثة حيث تم تحديد 767 مشتبها به في تلك الجرائم وتحث الدراسة على زيادة الجهود للحد من العنف وتعزيز حماية النساء في المجتمع كشفت دراسة حديثة الى ان سكان فيينا يرون ان مستوى الهجرة في المدينة تجاوز الحدود المطلوبة ووفقا للدراسة يعتقد اغلبية السكان ان العيش المشترك في الاحياء مع المهاجرين ايجابية بشكل كبير وتشير الدراسة ايضا الى فوائد سوق العمل وتحسين جودة الحياة بفضل التنوع الثقافي ومع ذلك يشير نائب عمدة فيينا الى تحديات في عملية الاندماج حيث لا يستطيع ان يستوعب كيف ان سبعين بالمئة من الاتراك صوتوا لصالح الرئيس التركي اردوغان من المتوقع تخفيض ميزانية مكتب العمل في النمسا من العام المقبل وذلك بسبب ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف التشغيلية وقد يؤثر ذلك سلبا على التدريب المهني وفرص العمل المدعومة في الشركات التجارية والمؤسسات الاجتماعية يرجع هذا الانخفاض الى زيادة تكاليف الاجور ونفاذ الاموال وستحدد مفاوضات الميزانية الدعم المالي للعام القادم وقد تؤدي الانخفاضات الى نقص التمويل بحوالي 7.3 مليون يورو في ولاية تيرول تعرضت امرأة صومالية للطرد من مسبح في مدينة رينز في النمسا العليا بسبب ارتدائها الحجاب كانت تعمل كمتطوعة في مدرسة وارادت مرافقة الصف في زيارة للمسبح ورفض المنقذ السماح لها بالدخول ولذلك قررت المرأة مغادرة المسبح وهي ترتدي الحجاب واستستهجان وضحك وتصفيق من البعض ورأت منظمة حقوق الانسان ان هذا تمييزا واضحا ودعت شركة المسبح انها لا تروج للتمييز وتشير الى قواعد واضحة للملابس في المسبح كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسي يا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة